على القونة النهاردة أول كورنر للقونة كان في دية 47 والصد الوحيد للشناوي يحرس مرمى الأهلي دية 46 كان أول كورنر للقونة وفي دية 47 أول صد ما كانش صد كتكورة مش هكما خطرة وكتشريح حتى على المرمى فده اللي حصل في الشوط الأول هي الفرستين دول بس أو الكورتين دول بس في دية 47 كان تقريبا نحرز هدف لكن في كورة بعديها كمان جات في العرضة لكن هنقول له نحن في شوط الأول ما تلعبش حلو من الفرقتين الأهلي مع أنه كان الأحسن لكن في الناحية الجمعية ما قدروا يطلقوا فرص لإحراز الأهداف غير الثلاث فرص الكورة في العرضة وكورتين تانيين مش مش فرص واضحة قوي لكن فرص أنه كان ممكن يدروا منها يحرزوا أهداف لكن الأهلي معندوش أي لعب يخلي توازن الفري الخصم زي ما كان عنده في الأول قبل كده في الوقت اللي أنا كنت موجود فيه في مصر كان فيه أربع خمس لعبين في فريقنا لو الفرقة ما بتلعبش كويس واحد من العيب دول كان بيساعد زميلون يحل المباراة بصورة فردية بس الأهلي معندوش الحد اللي يحل المباراة فردية وليد سليمان بيلعب بره مركز زي ما بقول في رأيه المهاردة ما كانش موجود لكن ده ثانية مباراة شوفها الأهلي هو عنده سبعتاشر نقطة فرقة عن المركز الثاني لكن لأنا شوفت من الأداء في الشوت الأول ما عجبنيش لأن ما فيش لاعب يحل المباراة الشوت الثاني تحسن جداً نادي الأهلي وبعد كده بعشر لاعبين وفي الضياء الثلاثة وسبعين كان فيه فرصة أحراز هدف لجونر بغلط جماعي دفاعياً لأهلي والشناوي أنقذ الموقف وبرضو كده كمان كان انفرض بجونر لكن كان أوف سايد فالشوت الثاني كان أحسن الجونر في الشوت الثاني كمان لعب أحسن حاول يستحوز أكثر على الكورة كان بيجيب بصعوبة لكن كان هادي في لعبه وكان بيحاول يمسل الكورة بالأهلي بعد ما عنده عشر لاعبين بركات نصف الملعب لجونر عمرو بركات نصف هو لاعب كويس هو الرجل الشمال كويسة بينفز كويس اللعب وينفكر كويس في اللعب هو اللعيب اللي لفت نظري في لجونر والنجيب طبعاً اللي كان لعب معايا في الأهلي وجده كمان هما لاعبين في نهاية حياتهم هناك لاعبين كورة لكن هما لسه عندهم الفنيات وعندهم تحرك بالكورة كويس الباقي الأداء في الشوت الأول ما عجبنيش وغير كده في الباية المباراة ما عجبنيش كمان مستر مانويل أعيز أعرف رأيك بالضبط في روح الفريق اليوم خصوصاً بعد طرد أليو ديانك ماذا؟ مالا؟ مالا؟ أظهرت روح كويس جدا ضغطت على فريق المنافس لأنبون تراجع في الملعب بعد أهلي كان بعد عشر لعبين فبقيت المباراة كان أرد فعل لعبين الأهلي كانت بطيئة شوية لما يخسروا الكورة وكانت بس أحسن من مباريات الزمالك اللي فادت كان في تحسن نحية دي والأحرزه في الوقت بدلت ضايع ومرغم أنه عشر لعبين فالأهلي ضغط أكثر ما سابش الجونة أنه تطلع وتهجم شايف أن الجونة خلت فرصة واحدة بس لصداع الشناوي فرد الفعل كان سريع ما سابش الجونة أنها يتنظر نفسها ولا تفكر ولا تلعب وزق الجونة لمنطقتها لما الناس انتقدت المروان في المتش اللي فادت مع الزمالك بسبب الموقف التاع الأوف سايد أو غير الأوف سايد هو ما شافش أنه في حد في الزمالي كان مغطي عليه في الأوف سايد ما ينفعش أنه ننتقد بشدة اللاعب بسبب خطأ زي ده ما ينفعش أنه نجلده دايما بسبب حاجة زي كده لا نشوف الموقف اللي بعد كده وأنه فيه اللي نقدر يرى مستوى تاني وارجع للتهديف تاني عايزين يعرف رأيك في تغييرات مستر فيلر النهاردة وتوقيتاتها بالزبط رغم الغيابات الكثيرة بصفوف الفريق شايفين التغييرات التغييرات تعملت كلها في الوقت المناسب في الوقت كويس وتعملت كويس لكن الكرة دايما فيها الحكاية دية والأهلي كان عنده الحظ ومدرب كان عنده الحظ ومروان كان عنده الحظ لما تلعب دلجونة اللي قفلة في منطقتها يحتاج أنك تلعب باثنين رأس حربة كان مفروض يخلي الرأس الحربة يدخل مع مروان عشان يخلقوا عدم توازن أكثر لدفاع الجونة لكن أنا بس بعلق على نقطة شايل رأس حربة حاط رأس حربة تانية فخلى الأمور كلها زي ما هي لكن إذن يفوز بموراضي المهم في لحظات حظ التغيير ده كان هيبقى أحسن لو كان مروان دخل مع رأس الحربة يكون فيه تواجد أكثر بوال 18 كان الواحده بوال 18 وما كان محتاج حد يكون معاه يسانده ويبقى في تواجد أكثر في 18 ويخلوا توازن الدفاع أكثر بوال 18 ليكونوا اتنين لعبين كوية وصوراعة كان الأهلي يقدر يكسب بطريقة ديت بسهولة أكثر أنا شايف أنه مروان أحرز الهدف فعلا بس كان حابب أن التغيير ديتين بطريقتين هل الفوز على الجونة خطوة جديدة لحسم الدوري مبكرا؟ لما نعد المباراة اللي فاضلة ما نقدرش نقول 100% أنه خلاص البطل الأهلي هو أحسن فريق في مصر فعلا لكن في الفرق عامة في مصر لا يوجد منافس قوي للأهلي لما نشوف من الفترة اللي فاتت الفرق اللي كانت في مصر زي لما قرنا بفرق دلوقتي الكفرق كانت أحسن بكتير وكان فيه منافسات قوية في الدوري لكن النهاردة لما يكون فيه فرق 17 نقطة عن المركز الثاني ده بيخلي يدي هدوء لنادي الأهلي وبيديره الراحة أنه يقدر يلعب أحسن يلعب هدوء وزي ما قلت أن المبركة صعبة فعلا من ناحية نفسية بعد هزيمة من نادي الزمالك فكان فيه ضغط كبير على اللعبين والفرقة حررت لما تضغط والأداء يزيد وفريق جونا بدل ما يهاجم ويستغل العدد يدوت لا دافع لكن مع فرق نقطة 17 الأهلي صعبة ما يكون شو بطل الدول نشكرك شكرا جزيلا مستر مانويل ومتواصلين معاك في المبارات القادمة إن شاء الله ومتواصلين معاك في المبارات القادمة إن شاء الله